أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفصل زيارة سمو الأبير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمصر مبارح بتعتبر هي الزيارة الرابعة خلال الخامس سنوات اللي فاتت وطبعا الزيارة دي كان لها أهمية كبيرة جدا على كل المستويات سواء السياسية أو الاقتصادية وغيرها وكمان على مستوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر وسعودية خاصة أنه تم مبارح توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين البلدين بقيمة 7 مليار و700 مليون دولار في مجالات كتيرة جدا خلونا نتكلم عن تداعيات هذه الزيارة أهميتها دلالتها ودلالة توقيتها كمان مع ضفنا سيد سفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق سيد سفير سبع الخير يا فن سبع الخير يا فن ياهلا محمد حضرت سبع الخير يا فن انطلاقا من مقولة جلالة الملك عبدالعزيز قال سعود المؤسس الجيشان والحضراتان هم جند للعرب في علاقات قوية جدا بتجمع مصر والمملكة العربية السعودية على مر الزمان أهمية وجود علاقات قوية وأهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت بصفة عامة يعني من ناحية تاريخية العلاقات المصرية السعودية هي أحد المحاور الهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي وكلما ازداد التعاون بين البلدين كلما أثر ذلك إيجابا ليس فقط على الشعبين المصري والسعودي وإنما على الأمة العربية كاملة والتاريخ طبعا التجارب التاريخية خلال الست عقود الماضية أو سبع عقود الماضية مليئة بالدروس بالنسبة لمسارات العلاقات المصرية السعودية السعودية لكن إذا حضرتك ركزنا على المرحلة الحالية والمرحلة الحالية هنا في تقديري بتبدأ من يونيو 2013 يونيو 2013 الموقف القومي الذي اتخذته المملكة العربية السعودية تأييدا لثورة 30 يونيو كان نقطة التحول ليس فقط على مستوى العالم العربي وإنما على مستوى العالم بالنسبة للتجاوب مع ثورة 30 يونيو في مصر وطبعا من عام 2013 حتى الآن وبالرغم اختلاف القيادة السعودية من انتقال القيادة من فترة المرحوم الملك عبد الله إلى جلالة الملك سلمان أعتقد أن العلاقات تتورد بشكل ملحوظ وشكل ملموس وفي هذا الإطار ننظر ونحلل زيارة سمو ولي العهد إلى مصر خلال اليومين الماضيين طبعا الزيارة جاءت في إطار جولة يقوم بها سمو يزور خلالها زارة خلالها مصر ثم الأردن ثم تركيا زيارة المصر جاءت تلبية لدعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديري من متابعة البيانة المشترك الشامل الذي صدر عن الزيارة أعتقد أن العلاقات المصرية السعودية تدخل في صفحة جديدة في العلاقات المصرية السعودية ووضح حضرتك أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون حضرتك على التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ليس فقط في المجالات التقليدية المعروفة وإنما فيما يمكن تسميته صناعات المستقبل على سبيل المثال الطاقة المتجددة التحول الرقمي التجارة الإلكترونية وكما أشرت حضرتك تم التوقيع أمس على سبع اتفاقيات أربعة عشر اتفاقية بين القطاع الخاص في البلدين وده جديد حضرتك في العلاقات أن القيادة السياسية في مصر والسعودية عايزين يفتحوا المجال أمام القطاع الخاص السعودي والقطاع الخاص المصري في التعاون فيما بينهم في مجالات الاستثمار الأربعة عشر اتفاقية التي تم التوقيع عليها أمس تبلغ قيمتها سبعة مليار وسبعمائة مليون دولار كما أن السعودية أعلنت أعلنت عن أن هي في المرحلة القادمة حضرتك هتشرف أو هتقود استثمارات في مصر تبلغ تلاتين مليار دولار من جانب آخر الزيارة تزمنت مع إعلان الحكومة المصرية عن وصيقة سياسة الملكية الدولة ومشاركة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المصري لمشاركة الدولة في العديد من القطاعات عانيس أرحيك بالتفصيل عن النقطة دي لأنها مهمة جدا بكل اللي بيحصل في العالم دلوقتي من الأزمات الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم كله أد إيه مهم هذه الشراكة تحليل حضرتك للعلاقة ما بين الدولتين في الوقت الحالي وأهمية الشراكات دي على المستوى الاقتصادي وأكيد أهمية الزيارة يعني بدون شك حركة من متابعة فعاليات الزيارة وقراءة الباهنة المشتركة المطولة الذي صدر عنها واضح أن التركيز حضرتك في المرحلة المقبلة هيبقى حضرتك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في المجالات الصناعات التقليدية وفي الصناعات المستقبل بمعنى آخر أنه السيارة بتؤسس لشراكة بعيدة المدى بين البلدين في نقطة برضو أحب أشير إليها التعاون بين البلدين في كوب 27 المؤتمر القمة التي ستصدفها مصر في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم وتم الاتفاق وده نقطة تحسب للعلاقات السنائية بين البلدين وتم الاتفاق أنه على هامش مؤتمر كوب 27 سيتم تنظيم مؤتمر آخر حول مبادرة سعودية مبادرة سعودية للتحول الاختصاد الأخضر بالنسبة للتوقيت يعني ده ده تحليلي الشخصي أنا أعتقد أنه كما تعلمونا حضراتكم أنه مدينة جدة ستصدف في الشهر المقبل وتحديدا يوم 16 يوليو قمة غير مسبوقة ستجمع بين تسع ملوك ورؤساء وأمراء عرب والرئيس الأمريكي جو بايدن التسع دول هم ستة دول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق هذه القمة قمة غير مسبوقة أنها تضم دول مجلس التعاون الخليجي مع الدول الأعضاء في آلية التعاون السلاسي مصر والأردن والعراق هم حلفاء وشركاء وأصدقاء للولايات المتحدة الأمريكية من المهم في تقديري أن الدول العربية التي ستشارك في هذه القمة الاستثنائية تكون لها رؤية موحدة تجاه مجمل القضايا التي الجانب الأمريكي يريد طرحها وأتصور أن البيانة المشتركة عن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رحبت بهذه القمة كما أن القمة المصرية الأردنية البحرانية أو الأمس وقبلها القمة المصرية البحرانية رحبت بدورها بقمة جدة وطبعا فالتشاور المصري السعودي في هذا التوقيت أعتقد كان ضروريا وكان أهما في ذات الوقت طيب ونحن نتكلم على هذه الاتفاقيات التي تم توقعها بالإشارة للنقطة التي أشارتها أشارت إليها خلينا نوسع حبة إطار النقاش الذي هو التعاون المصري الخليجي طبعا في ظل الظروف الرهنة في العالم العربي التي هي نتيجة لسنوات ما سميها بالربيع العربي هذه الدول دول مجلس التعاون الخليجي ومصر هي التي تنعم بقدر كبير من الأمن والاستقرار ودوت بي ممكنها أن هي تكون الرافعة تكون القاطرة للدول العربية في المرحلة المقبلة لخروج الأمة العربية من المأزق أو من الأزمة التي تواجهها منذ عام 2011 البيانة المشترك في الشق السياسي فيه والتشاور السياسي بين البلدين أشار أوضح أن المباحثات التي دارت بين السيد الرئيس وبين سمهو الأمير محمد بن سلمان تناولت عدة قضايا عربية هامة القضية الفلسطينية الوضع في اليمن الوضع في ليبيا الوضع في العراق الوضع في سوريا الوضع في لبنان الوضع في ليبيا إذا حضرتك أما حضرتك تنظر إلى الخريطة واضح أنه مصر ودول مجلس تعاون الخليجي مع الأردن هي دول تنعم بالاستقرار وعليها مسؤولية وده يرتب عليها مسؤولية أقول أنها مسؤولية تاريخية على محوري محور الأول هو الحفاظ على هذا الاستقرار وتطويره وتطوير التعاون بينهما بين هذه الدول في شتى المجالات المحور الآخر حضرتك هو أنهما التعاون فيما بينها من أجل تسوية كافة الأزمات التي وردت في البيان المشترك وبالتالي أنا أعتقد أنه التعاون المصري الخليجي حضرتك كما كان له أهميته في الماضي هو له أهمية مضعفة في المستقبل اللقاء ترح يمكن من خلاله أبرز الملفات على الساحتين يعني الدولية والإقليمية إتفاهم المتبادل المواصلة يعني متصدكة من المخاطر كنت لسا بتقول لنا دلوقتي لاتهدد أكيد أمن واستقرار المنطقة حضرتك يعني كان واضح من قراءة البيان أنه فيه إرادة مشتركة وفيه رغبة مشتركة لترصيخ التعاون المصري السعودي ولتوسيعه ولتعميقه في التعاطي مع هذه الأزمات طبعا مصر بتؤيد المواقف السعودية بالنسبة للوضع في اليمن وهو بيتفق مع قرارات الشرعية الدولية كما أنه المملكة العربية السعودية أعربت عن تأهيدها للموقف المصري بالنسبة سواء بالنسبة للتعاطي مع الأزمة في ليبيا أو بالنسبة للتعامل مع موضوع سد النهضة وده موقف طبعا يحسب ومقدر من الجانب المصري للأشقاء في السعودية دايما العرب يعتبروا أن قضية مصر هي قضيتهم كلها وأن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يأتي بتحقيق المطالب المصري طبعا يعني التلاقي المصري العربي دوت حضرتك أساسي سواء بالنسبة للأمن القومي المصري أو بالنسبة للأمن القومي العربي والعمل العربي المشترك البيان أشار إلى نقطة في غاية الأحمية التعاون في منع أو احتواء التدخلات الإقليمية في الشأن العربي إذا استعرضنا الأزمات العربية منذ 2011 كلها بدون استثناء هنجد أن تعقيداتها ترجع في الأساس إلى التدخلات ليس فقط التدخلات الإقليمية وإنما التدخلات الدولية إذا تكلمنا على سوريا معروف الوضع في سوريا إذا تكلمنا على اليمن معروف الوضع في اليمن إذا تكلمنا على ليبيا طبعا الوضع في ليبيا حارتك من 2014 لغاية النهاردة واضح تدخلات الإقليمية عقدت المشهد اليبي إزاي وبالتالي الترابط والتلاقي المصري العربي في غاية الأهمية وأنا أعتقد أنه سنوات الربيع العربي أدت إلى حتى من 2011 وحتى سورة يونيو 2013 أحدثت خلخلة في هذا التلاقي المصري العربي ليس برغبة الأطراف المعنية وإنما الأحداث ووطئة الأحداث وسرعة والتدخلات الإقليمية والأجنبية في الأحداث فالآن منذ يونيو 2013 واضح أنه الدول العربية بما فيها مصر بتستعيد بتبزل كل جهد ممكن لاستعادة هذا الزخم في التعاون العربي العربي والتعاون المصري العربي مجمل القول يعني التقدير والأيدي أن العالم العربي مستقبله من حيث الأمن من حيث الاستقرار من حيث الرخاء الاقتصادي بيتوقف ويعتمد بشكل كبير جدا على التعاون المصري العربي التوجهات القومية لمصر مطلوبة في العالم العربي ومصر عندما تتلاقى مع الدول العربية ده بيعود بالفائدة على مصر وعلى الدول العربية وأعتقد أن السياسة الخارجية المصرية بتسير في هذا الاتجاه منذ عام 2014 وده اتجاه طبعا حضرتك نتمسك به دائرة مهمة فعلا بدون شك كبيرا يعني كل شكرا لحضرتك السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق بنشكرك على هذه المعلومات العفوة فعلا شكرا شكرا لحضرتك